يا هلا اخباركم حبايبي ياربي اليوم تكونوا كلكم خير وصفتنا لليوم من المطبخ التركي حبيت اني اجرب هاي السلطة وبعد ما جربتها للامانة انا حبيتها وعشقتها بسمنى كمان انكم تجربوها وتحبوها زي يلا نبدأ بالمكونات وتفاصيل الخطوات بسم الله اول خطوة بدي اعملها هي نجع البرغل بصحن كبير بدي اضيف كوب من البرغل الناعم هذا البرغل اللي بنستخدمه عادة للتبولة لكن لو ما كان متوفر عندك بتقدر تستخدمي البرغل الخشن عندي هنكوب من البرغل بدي اضيف عليه كوب من المية السخنة المغلية وضروري انها تكون مغلية عشان اتأكد انه كل حبات البرغل اتفتحت بدي اجلب البرغل مع المية كتير منيح ورح اغطي عليه واتركه حوالي ربع ساعة عبال ما تشرب المية وتتفتح كل حبات البرغل وهنا حبيت احكي لك انك اكيد بتقدر تضعف الكمية لو كان عدد العائلة عندك اكبر على الغاز بدي اضيف جلايا كمية منيحة من زيت الزيتون وهنا ضروري انك تستخدمي زيت الزيتون امعي تستبدليه بالسمنة او الزبدة او حتى بالزيت النباتي حسرا لازم تستخدمي زيت الزيتون ضفت عليه كمية من البصل انا استخدمت هنا حبة بصل كبيرة وقطعتها لتقطيع وسط يعني مش خشن ولا مبشور ورح اترك البصل يتجلى في زيت الزيتون لحد ما يبدأ يدبل عندي ويصفر شوية انا ما بدي اياه ينحرك بديك تديري بالك وتنتبهي كتير منيح انه يتغير لونه اول ما اوصل لهاي المرحلة هيكا بيكون كتير تمام ببدأ انسل عليه بمعلقتين من الصلصة لو كان متوفر عندك دبس لفلفلة بتقدر تضيفي معلقة كبيرة من دبس لفلفلة بس انا عندي هنا البابريكا ضفت معلقة كبيرة من البابريكا وضفت كمان نص معلقة من الفلفل الشطة والفلفل الشطة اكيد هنا ايش اختياري بتقدري كمان تستغني عنه اهم ايش انه يكون ظاهر فيها طعام البابريكا وحقلبهم لمدة دقيقة او دقيقتين على النار عشان تتغلغل عندي انكها عندي هنا المرغل بعد ما تركته الربع الساعة زي ما انتوا شايفين اكيد ضعف حجمه وشرب كل المية اللي انا ضفتها هحاول اني افكفك حبات المرغل شوية عن بعضها ورح انجلها على صحن اوجات اكبر ليش انا نقلتها على جات اكبر لاني بدي اضيف باقي المكونات واكيد هذا الجات ما رح يسع اني اضيف المكونات واجلبها براحتي فانا هنضيفتها لصحن اكبر تقدر انت من البداية تستخدمي صحن كبير وتغل فيه او تغطيه باي اشي لما تنجعي البرغل اول اشي بدي اضيفه هي السلسة صلسة البصل والبابريكا والبندورة اللي احنا حضرناها مع بعض اكيد بدنا نستغل كل نقطة من الزيت والبهارات اللي حطيناها يعني بدك تمسح اللي اللاية كتير منيح وتنزليها عشان نستفيد من كل النكهات اللذيذة بعد ما بضيف هذا الخليط بدي اضيف الملح والفلفل الاسود وراح ابدأ اني اجلبه هاي المرحلة الاتراك عادة بيستخدموا ايدهم في التجليب بس اكيد يعني كتير سخنة فانا ما رح احط ايدي وابدأ اجلب ممكن انك تسبيها تهدى تماما بايدك تفركي البرغل مع هذه الصلصة وعشان انا وقت التصوير بيكون كتير محدود عندي ما بقدر اني اتركها لحد ما تهدى تماما فحاولت اني استفيد من معلقة السيليكون قوامها وما المساء كتير بيشبه كف اليد بعد ما قلبتها كتير منيح ببدأ اضيف عليها الخضار عندي هنا اخيار مقطع وعندي خس وعندي بندورة اكيد بتقدر تستبدل بعض المكونات وتغيريها وعندي كمان باقدونس مفروم واكيد لو كان عندك نعنع سواء كان طازة او مجفف بتقدر تضيفيه اخر مكون هو الاخيار لمخلل ضيفت هنا كمية من الاخيار اكيد لا غنى ولا بد منها بعد هيك بدي ننزل كمان مرة كمية منيحة من زيت من الليمون كترو كترو لمون التبولة زي ما كلنا بنعرف تحب كتير انه تكون الليمون ظاهر فيها اه على فكرة انا نسيت اقولكم انه هاي الوصفة اسمها تبولة تركية او تبولة ارمانية طلع فيه تبولة غير التبولة الشمية اللي كلنا بنعرفها بدي اقلب المكونات هذي كلها مع بعض زي ما انتم لاحظين كمية البرغل ضروري انها تكون اكتر من كمية الخضار اللي بدنا نضيفها بعكس التبولة الشمية اللي كلكم بتعرفوها بتكون معتمدة اكتر اشي على البكدونس والخضار والبرغل بتكون كميته كتير اقل بعد ما بقلبها كتير منيح حابد اضيفها في صحن التجديم عشان استمتع بلزازة طعمها في مكونات انا ما حكيت لكم عنها هذي المكونات اختيارية بتقدروا تضيفها وتقدروا كمان تستغنوا عنها زي الرمان بتقدر تضيفي كمية من حبوب الرمان على هاي الوصفة وكمان بتقدر تضيفي الملفوف الاحمر تبشري كمية بسيطة منه وتضيفيها المهم في هادي الوصفة انه كمية الخضار ما تكون كتير كتير اكبر من كمية البرغل انا ما حبيت اني اضيف الرمان في الوصفة نفسها حبيت اني ازين فيها بشوي من حبوب الرمان وشريحة من شرايح الليمون وبعد هيكا بنا نستمتع الطعمها لكتير لذيذ الاتراك عادة تنقلهم طرية مميزة لأكل هادي السلطة عارفين كافية بياخدوا كمية من هاي السلطة وبحطوها على ورقة الخاص وبلفوها وبعد هيكا وان بتروح يا حزركم بتروح اكيد دايريكت على المعدة انا هيكا بكون وصلت معاكم لانهاية فيديو اليوم بتمنى ان يكون عجبكم اكيد اذا عجبكم بستنى منكم لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة واشتراكاتكم اكيد لكم مني احلى تحية من قناتي احلى الوصفات صحة وعافية